اوكا او اوكا بتسأل عن علاج للنمش. اوكا او اوكا ديت اولا اسمك حلم. هل في نمش في الوش ليك حاجة ونمش بيبقى احيانا في الجسم. طبعا. النمش في الجسم يبقى ملويش علاقة بالشمس. ملويش علاقة كده. ولا يطلق عليه نمش. هنسميه لنتايجو معليش. اللي هو بالعربي يا فندق. اللي هو النمش. ده اللي هو التحرق. دي بتروح بسرعة او. هنعمل لها دي بيديرم او اللي دي بيديرم بلاس سبوت. هنلاقيها راحت. بس دي مشكلة دي عن دي. عن اللنتايجو اللي في الجسم. انها كل ما حتتعرض لضوء. هي بتشوف الضوء من هنا تلقطه. ده كل ما تعرض لسخونة. كل ما تروح للمطبخ. كل ما تدخل قدام البتجاز والفرد. ده حاسم من الحاجات دي. يا ايه المهمة تدهن الساني سكرين. هتلاقي الدنيا تحسنت او. هي تطبخ وانت اشتري. يعني انت اشتري كريمات برضو يعني. هنعمل ايه. تحط الساني سكرين وهي دخل قبل بفرد. هتطبخ وانت تكلف. اه انت تكلف. تكلف عشان الدنيا تبقى حلوة اوي ان شاء الله. ان شاء الله. طيب امل محمود بتقول انها عندها مشكلة شعرها بيتساقط جمد اوي اوي وهي قلقنا. امل ما تقلقيش. نمرة واحد هتعمل لنا شوية تحليل وتقولها لنا المرة الجاية. اوعي تنسي. احنا بقينا ان اهتم اوي بيها. الفيريتين زي ما قلت لها. لا ضروري نلاقيه على الاقل دلوقتي سبعين. ما يقلش عن سبعين. والاهم من كده وكده وكده. تشوف لنا الهموجلوبين قد ايه. الجديد ان الفيتامين دي لها علاقة. فالجديد خالص ان احنا فيتامين دي بيتحلل بيتحلل. ما حدش ياخد فيتامينات للشعر من غير تحليل. وده انا اول مرة اقولها. صح. ما حدش ياخد فيتامينات للشعر. ولا اي فيتامينات اي حالة تماما. من غير عمل على البطار. ومش اخواني على حاجة بس الجماعة في الاكاديمي والامريكان اكاديمي وكده منعوها تماما. انها ممكن تدور اكتر ما فيه. فقالوا انت عشان كده فيه بعض المواد. مش عايز اقولها. بعض المواد ضروري. فريدي ما لهاش تحليل. لا مش هعرف اخطر. لانها بتؤثر على كذا. على وظائف تانية في الجسم. طيب هو دكتر طبعا الحقيقة والوقت خلص بسعارة خطري. هو سؤال سريع وقل او لا. نقيل صالح بتقول بعد اذنك يا دكتر تمليس الحراري بتاع الكوافر لفرد الشعر. كويس ولا مضر. 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 ومضر جدا. انما عايزة تعمل حاجة تعمل زيرو فورمالين اللي انا دايما اقوله. ونانو نانو بروتين. النانو بروتين ده اميز حاجة واسلم حاجة واقمن حاجة. واجمل حاجة ولقاءنا مع دكتور عاصم فارج كل يوم. عزيني بارك للارجنتين. نا نبارك تانية. عزيني بارك لهم فعلا. نورتنا وكل سنة وانت طيب. ودايما يا رب كده يزيدك علم. وتفيدنا ببعنوات الجميلة في شعارنا وبشرتنا. ومشاهدنا الكرام. هنروح لفاصل سريع ونرجع من بعد ونكمل بقيت حلقتنا النهاردة. ولينا مرة تانية قبل رأس السنة صح؟ اه طيب. مرة واحدة. مرة ولا اتنين. احنا النهاردة عشرين. النهاردة عشرين. مفاضل عشر سبعة وعشرين. ومرة دي اهم حاجة ونعيد على بعض. ان شاء الله كل سنة وانت طيب. مرة سنة وانت طايدين.